بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد قال باب ما جاء في المصورين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله باب ما جاء في المصورين يعني ما جاء من الوعيد الشديد وهم الذين يظاهئون في خلق الله سبحانه وتعالى نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّهُ أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّهُ أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَهُ أَخْرَجَاهُ نعم هذا حديث عظيم في الوعيد على المصورين الذين يظاهئون خلق الله سبحانه وتعالى قَدْ عَجَّزَهُمْ قَدْ عَجَّزَهُمُ اللَّهُ بِقَوْلِ فَلْيَخْلُقُوا حَبَّهُ أَوْ لِيَخْلُقُوا ذَرَّهُ ذَرَّهُ فَاللَّهُ عَجَّزَهُمْ وَوَصَفَهُمْ بِأَنَّهُمْ أَظْلَمُ الظَّالِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُظاهِئُونَ خَلْقَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى يعني يحاولون أن يشبهوا خلق الله أو أن يوجدوا صورة تشبه خلق الله سبحانه وتعالى وقد استثني من ذلك من التصوير ما دعت الحاجة أو الضرورة إليه لضبط العمن وما أشبه ذلك نعم ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهؤون بخلق الله أشد الناس عذابا هذا وعيد شديد أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة فالواجب الحذر من ذلك والابتعاد عن التصوير إلا ما دعت إليه الضرورة نعم ولهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم هذا وعيد شديد أنه فنًا من الفنون بزعمهم نعم ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافق من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح فيقال لهم أحيوا ما خلقتم ولن يستطيع ذلك لأن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى فهو الذي يحيي الأرواح ويحيي الأموات وهذا وعيد شديد في حق المصورين نعم قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في كتابه فتح المجيد شرح كتاب التوحيد قول المصنف باب ما جاء في المصورين أي من عظيم عقوبة الله لهم وعذابه وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهات بخلق الله نعم العلة التي من أجلها عذب المصورون لأنهم يلاهعون بخلق الله يحاولون أن يوجدوا صورة تشبه خلق الله سبحانه وتعالى نعم وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم العلة وهي المضاهات بخلق الله لأن الله تعالى له الخلق والأمر فهو رب كل شيء ومليكه وهو خالق كل شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة نعم هذا من شأن الله سبحانه وتعالى هو المصور وهو الخالق سبحانه وتعالى فلا أحد يستطيع وإن حاول أن يوجد صورة تشبه خلق الله فإنه لن يستطيع أن ينفخ فيها الروح جاء الوعيد في أنه يقال له أحيي ما خلقت يوم القيامة ولن يستطيع أن يحيي الميت نعم وهو سبحانه خالق كل شيء وهو الذي صور جميع المخلوقات وجعل فيها الأرواح التي تحصل بها الحياة كما قال الله تعالى الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين فالصورة خلق من خلق الله جل وعلا خلق هذه المخلوقات بصورها التي هي عليها وهذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى فهذا وعيد شديد في حق المصورين نعم الذي أحسن كل شيء خلقه الذي أحسن كل شيء خلقه ولن يستطيع أحد أن يقدر على أن يخلق مثل خلق الله سبحانه وتعالى نعم وبدأ خلق الإنسان من طين بدأ سبحانه وخلق الإنسان بن آدم أو آدم وذريته من طين وهذا من قدرته سبحانه وتعالى التي لا يقدر عليها إلا هو نعم ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين خلق آدم بيده سبحانه وتعالى وجعل نسل آدم من سلالة من ماء مهين يعني ضعيف وهو الماء الذي ينزل من الرجل في رحم المرأة ثم يخلق الله منه هذا المخلوق نعم ثم سواه ونفخ فيه من روحه سواه يعني كمله ونفخ فيه جل وعلا من روحه من روح الله سبحانه وتعالى فصار حيا يمشي ويتصرف نعم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون الله هو الذي جعل هذه الصورة بما فيها جعل لكم السمع فجعل فيها السمع والأبصار والأفئدة وهي القلوب نعم قليلا ما تشكرون قليلا شكركم لله سبحانه وتعالى الذي أوجد لكم هذه المخلوقات نعم فالمصور لما صور الصورة على شكل ما خلقه الله تعالى من إنسان أو بهيمة صار مظاهئا لخلق الله فصار ما صوره عذابا له يوم القيامة وكلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ هذا وعيد شديد على المصورين لأنهم يوم القيامة يعذبون بهذه الصورة التي صوروها في الدنيا ويقال لهم أحيوا ما خلقتهم ولن يستطيعوا نعم فكان أشد الناس عذابا لأن ذنبه من أكبر الذنوب ذنب المصور من أكبر الذنوب لأنه يحاول أن يظاهي خلق الله جل وعلا نعم فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه؟ سوى المخلوق يعني سواه برب العالمين يعني ساوى بينه وبين الرب فإذا صور الصورة فكأنه يخاول أن يفعل مثل فعل الله جل وعلا الذي صور الصور ونفخ فيها الروح فإذا كان هذا في من صور صورة على مثال ما خلقه الله تعالى من الحيوان فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره نعم فإذا كان لا يستطيع هذا الإنسان وإن صور الصورة لا يستطيع أن ينفخ فيها الروح وأن يجعلها حية متحركة متصرفة فهذا عجز واضح فكيف له بأن يتكلف هذا الشيء ويتعرض لقضى بالله نعم والوعيد الشديد في ذلك نعم فكيف بحال من سوى المخلوق برب العالمين وشبهه بخلقه وصرف له شيئا من العبادة التي ما خلق الله الخلق إلا ليعبدوه وحده بما لا يستحقه غيره من كل عمل يحبه الله من العبد ويرضاه إذا كان هذا في من صور الصورة هذا الوعيد في من صور الصورة التي تشبه ما خلق الله فكيف بمن جعل للمخلوق شيئا من حق الخالق سبحانه وتعالى فأشرك به ودعاه من دون الله وطلب منه ما لا يطلب إلا من الله جل وعلا فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به نعم هذا أعظم ذنب ذنب المصورين أعظم ذنب لأنهم يضاهئون خلق الله جل وعلا ويحاولون أن يجعلوا هذه الصور يجعلوها مضاهية لخلق الله جل وعلا نعم فتسوية المخلوق بالخالق بصرف حقه لمن لا يستحقه من خلقه وجعله شريكا له فيما اختص به تعالى وتقدس هو أعظم ذنب عصي الله تعالى به ولهذا أرسل رسله وأنزل كتبه لبيان هذا الشرك والنهي عنه وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى نعم فالله خلق الخلق لعبادته كما قال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم الرزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين نعم فنجى الله تعالى رسوله ومن أطاعهم وأهلك من جحد التوحيد واستمر على الشرك والتنديد فما أعظمه من ذنب ما أعظم الشرك من ذنب كما قال جل وعلا إن الشرك لظلم عظيم والظلم وضع الشيء في غير موضعه فالمصور عرض نفسه لهذا الوعيد السديد والعياذ بالله نعم فما أعظمه من ذنب إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إذا كان هذا في مجرد من صور صورة هذا العذاب فكيف بمن جعل المخلوق بمنزلة الخالق صرف له شيئا من أنواع العبادة مثل عباد القبور والعضرحة يطلبون منهم المدد يطلبون منهم الإغاثة ويطلبون منهم تفريج الكروبات والعياذ بالله وهم أموات إن الله لا يغفر أن يشرك به فالشرك لا يغفر إلا لمن تاب منه قبل الممات تاب إلى الله توبة نصوحة وأما من استمر على الشرك فهذا لا نجاة له من عذاب الله يوم القيامة نعم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأما الذنوب التي دون الشرك فإنها يرجى أن يغفرها الله سبحانه وتعالى لأصحابها إذا تابوا إلى الله وأنابوا إلى الله نعم وقال الله تعالى ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق شبه التوحيد لأنه علو وارتفاع فإذا أشرك العبد بالله سقط من هذا الارتفاع وتعرض إما للريح التي تحمله وتلقيه في مكان سحيق يعني بعيد أو أنه يهلك في مكان سحيق من يشرك بالله فكأنما خر من السماء يعني سقط تخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق يعني بعيد انسلم من الطير هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ترجمة نانسي قنقر